تسخط الشعر ده ناتج مرتبط بالنحية النفسية ده مهم بلاقيه دايما في البنات الصغيرين فعلا اللي هما في المدارس والجماعات أو لسه متخرجة من الجامعة ودخلة في وظيفة أو حاجة طبعا لازم نستبعد بالنسبة للسيدة دي بالنسبة لبنتها نستبعد الحاجات الوضوية اللي قلناها اللي هي الأنيميا والترباط الوضع الدرقية وارتراب وظيف الكبد ونقص الحديد ونقص فيتامين دال بسلسلة تحديد هي المهمتها هنا مشخصة الحالة يعني هي بتقول تقريبا أن هي أو خصوصا في فترات التوتر يعني قبل الامتحانات ما هو ده التوتر ده ما ينفعش أن احنا نشخصه بدون تحاليل برضا بالضبط يعني دايما أن نتعود نعود الناس أن فكرة الحاجة النفسية ديت دي بنعملها بأن احنا نستبعد العضوي مش بنستنتاج في فرق أن أنا أقول آه أنت مثلا شعرك بيقى لا دي أنت حالة نفسية لا ده اسمه استنتاج ده ما ينفعش في الطب لكن بالاستبعاد شعرك بيقى أعملك الأول لحاجات العضوية أستبعدها فاتأكد أن دي نفسي لكن ما ينفعش أقول نفسي من غير فحصات بالضبط هي دي النقطة يعني ودلوقتي بقى فعلا دكتور حتى كمان بقيتنا بنحط يعني الحالة النفسية دي تحت أي حاجة أنا عندي مشاكل في شعري في تساقط في أي حاجة أصلا نفسيتي تعبانة نفسيتي تعبانة من ناحية نفسية تغلز روح بصي ليه طب قول له با يا دكتور أيوة أنت روح بص له على طول فطبعا إحنا بنقوم مجملاتنا بقولها آه ممكن طبعا لأن كده ما كذبتش عليها وطبعا علميا ممكن بس طبعا مش صحة أو يعني ربنا يسمحنا لازم عشان نقول نفسيا لازم نستبعد الحاجات العضوية بس طبعا